السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم متابعين الكرام في هذه النشرة الجوية لا تنسوا الاشتراك في القناة للتواصل بكل الأخبار المتعلقة بتقصي بلادنا المغرب نستهل النشرة الجوية لهذا اليوم متابعين الكرام بتوقعات حالة التقص اليوم الغدى الاثنين 13 أكتوب حيث من المتوقع بإذن الله تعالى نتعرف المناطق الوسطى للمغرب نزول زخاة مطرية قوية وستتكيز على مستوى الجنوب الشرقي للبلاد بداية من صباح يومي الغد ومن المتوقع ان شاء الله كذلك خلال الفترة أو فترة الصباحية دائما أن تعرف مناطق زاقورة وكذلك ورززات ستنغير مرزوكة ورشيدية نزول أمطار متوسطة إلى قوية مصحبة بريحين جنوبية ومن المتوقع ان شاء الله كذلك أن تعرف منطقة الرباط وكذلك خريبكة وكذلك منطقة الخميسات الرمان بن سليمان القراصي دي سليمان سيدة للتازيل اللميمون العرائش أن تعرف هذه المناطق نزول أمطار قوية إذن هدف من خص المتابع الكرام الفترة الصباحية من يومه الثانيين بالنسبة لفترة بعد الزوال من يوم الثانيين القادم بإذن الله تعالى أمطار مرتكزة على مستوى المناطق الشمالية للمغرب حيث من المتوقع أن تعرف مدينة الحسيم وكذلك تابونه تابودا وزان وشفشاون وكذلك قرية أبو محمد أن تعرف هذه المناطق نزول الأمطار قوية رهدية من المتوقع إن شاء الله كذلك تسجد استساقطة المطار إلى المنطقة تستاهل وكذلك سكورمت إلى أداء بنيتاجي تابودا وزانيب ببعنان كراما ريشة الرشيدية أمطار المرتقبة كذلك متابعين الكرام بقلمي مواتين غير هنيف بومندات ورزازة تقدز وكذلك تازناخ 2 متر مرتفعة للتصل الكبير وكذلك المتوسط معنية بهذه تساقطة المطر التي ستشهد المملكة خلال يوم الغد الاثنين 14 أكتوبرا ومن المتوقع كذلك كانت عرفة المناطق قلمي ما تيزني تاقدير وكذلك تاردان توهششة ومراكش نزول عمطار عاصفية خلال الفترة المسائية من يوم الغد هذا ومن المرتقب إن شاء الله تستمر الأجواء لمستوى الأقاليم الجنوبية في الاستقرار أما بالنسبة للساعات الأولى من ليلة الاثنين دائما من المتوقع إن شاء الله نستمر هذا المنخفض الجوبي الذي سيحمل زخات مطارية قوية مهمة لمستوى المناطق الشمالية والشمالية المتوسطية للبلاد وكذلك لمستوى المناطق الغربية وكذلك المناطق الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد مطار قوية مرتقبة بهذه المناطق متابعنا الكرامة وبالتالي وجب الاتخاذ الحيطة والحضر بالنسبة لسكان هذه المناطق خصوصا أن هذه الأمطار تكون قوية جدا وغتشكل خطارا على الساكنة خصوصا على مستوى المجاري المائي وكذلك الويديانة هدف من خص متابعنا الكرام حالة التخص الخاصة بيوم الاثنين اربعة عشر اكتوبر من نسبة كذلك للساعات الأولى من صباح يوم الثلاثة خمسة عشر اكتوبر فمن المتوقع إن شاء الله كذلك دخول منخفضات جوية قد تكون مصحوبتنا بنزول أمطار خصوصا على المستوى المناطق الشمالية وكذلك المناطق الوسطى الغربية لبلادنا المغرب إذن هدف من خص متابعنا الكرام حالة التخص الخاصة بهذه الأيام لا تنسوا متابعة القناة وتشجعنا لبدل مجهودات أكتر ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة